السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابناء وبناتي طلبة الصفة الخامس الابتدائي اهلا بيكم مع حل التقييم الاسبوعي الاسبوع الخامس مادة الرياضيات نجمع القولي اولاد النموذج الاول من خمس اسئلة التلات نمازج كل نموذج من خمس اسئلة نشوف السؤال الاول بيقول لحدد المتغير في الجملة الرياضية الاتية 56 نقاس اكس تساوي 47 ونص المتغير هو ايه اولاد المتغير هو اكس اه طيب نمرة اتنين بيقول لي اكتب المعدلة التي تعبر عن هذا الموقف اشترى كامل حقيبة بمبلغ 45 و75 من 100 جنيه وحزاء بمبلغ 36 و15 من 100 جنيه فما مجموع ما دفعه كامل عاوزين نكتب معادلة اولاد للكلام ده نقول ايه اقول له اكس تساوي مجموع الاتنين دول مجموع ما دفعه اللي هو اكس يساوي اه 45 45 و75 من 100 زائد 36 و15 من 100 دي المعدلة طيب رقم 3 بيقول لي اوجد قيمة المجهول في المعدلة التالية المعدلة بتقول ايه في زائد 42 و89 من 100 تساوي 100 و1 من 100 المية واحد من 100 دول ياولاد ده الكل الكل يعني ايه يعني لو عملت نموذج شريطي كده اهو نموذج شريطي كده هنا فوق الكل 100 و1 من 100 وتحت هنا ايه هنا في 42 و89 من 100 عاوز يجيب في اقول له ايه اقول له في في تساوي تساوي الكل ناقص الجزء ده اطرح الكل ده اطرح منه الجزء ده يديني الجزء التاني تساوي 100 و1 من 100 ناقص 42 و89 من 100 تساوي تعال نعمل المسودة كده ونطرحها اهو 100 و1 من 100 ناقص اتنين و40 وتسعة وتمانين من 100 يلا واحد ناقص 9 ما نفعش يروح للي جنبه ما فيش طيب الواحد ده خدنا بقى صفر ده بقى عشرة ايه ده الواحد ده بقى تسعة العشرة دي قدت واحد هنا بقى التسعة العشرة دي قدت واحد هنا دي بقى التسعة والواحد ده بقى ايه 11 11 ناقص 9 اتنين 9 ناقص 8 واحد العلمة انا نزلها 9 ناقص 2 7 9 ناقص 4 5 هنا ما فيش عدد يبقى بتساوي ايه بيساوي 57 واثناشر من مية سبعة وخمسين واثناشر من مية دي المسألة رقم تلاتة اها بتساوي 57 واثناشر من مية اللي هي بتاعت النموذج الشريطي ده طيب المسألة رقم اربعة بيقول لي اكتب مسألة كلامية تمثل المعادلة المعادلة ايه بقى F ناقص 2 و 3 من 10 تساوي 8 و 4 من 10 اوجد قيمة F طب عزين نكتب مسألة كلامية يا ولاد هقول ايه ابسط مسألة هنا ال F ده يعني عدد هقول ايه شوف هقول عدد طرح منه 2 و 3 من 10 كان الناتج 8 و 4 من 10 عوض قيمة العدد عوض قيمة ايه العدد هنا يا ولاد ال F دي الكل يعني لما عمل نموذج شريطي كده نموذج شريطي اه ال F هنا الكل 2 و 3 من 10 ده جزء الجزء التاني 8 و 4 من 10 8 و 4 من 10 في هنا عدد طرحنا منه 2 و 3 من 10 كان الناتج 8 و 4 من 10 زي لما اقول لك انا معي مبلغ صرفت منه 5 جميع فضل معي في ايدي 10 جنيه يبقى انا كان معي كام هنجمع 5 زائد 10 يبقى 15 هتقول لي كان معاك 15 جنيه هنا علشان اجيب ال F يا ولاد اوجد قيمة F هقول له F تساوي 2 و 3 من 10 زائد 8 و 4 من 10 تساوي يلا نجمع 4 زائد 3 7 وانزل العلامة انزل العلامة اهو 4 زائد 3 7 وانزل العلامة طيب 8 و 2 10 يبقى بتساوي 10 و 7 من 10 يبقى هنا قيمة F 10 و 7 من 10 تمام؟ نشوف السؤال اللي بعده السؤال الخامس والاخير في النموذج الاول بيقول لي استخدم امجد النموذج الشريطي في ايجاد المتغير K في المعادلة K ناقص 3 و 2 من 10 تساوي 5 و 4 من 10 فما هي قيمة المتغير؟ K ده يا ولاد في النموذج الشريطي هي الكل اهو K هي الكل 3 و 2 من 10 اهو و 5 و 4 من 10 عاوزين قيمة المتغير K دي K بيساوي ايه؟ بيساوي خمسة و 4 من 10 زائد 3 و 2 من 10 هقول له K تساوي هقول له K تساوي 5 و 4 من 10 زائد 3 و 2 من 10 تساوي يلا نجمع جزء من 10 مع جزء من 10 2 و 4 6 والعلامة نزلها 3 زائد 5 8 ساوي 8 و 6 من 10 نشوف النموذج التاني النموذج التاني المجموعة التانية السؤال الاول بيقول ما هو المتغير في المعادلة Y زائد 1 و 3 من 10 تساوي 5 و 9 من 10 المتغير هو Y اهو اذا كان احدا هما ستة و 7 من 10 فما هو العدد الاخر هقول له ايه هقول له X ناقص عددان الفرق بينهم يبقى فيه ايه يا ولاد؟ فيه طرح ناقص 6 و 7 من 10 تساوي 12 12 و 15 من 100 دي المعادلة عددان الفرق بينهم كام 12 و 15 من 100 يعني فيه عدد هنا المتغير X ده نطلع منه الستة و 7 من 10 يدينا الفرق اللي هو ايه 12 و 15 من 100 السؤال الرقم 3 بيقول لي اوجد قيمة المتغير في المعادلة التالية ايه زائد خمسة و 32 من 100 تساوي 9 و 47 من 100 المتغير اللي هو المجهول ده يا ولاد اللي هو ايه هنجيب ازاي؟ الوقت انا لو عندي نموذج شريطي كده نموذج شريطي تمام؟ الكل 9 و 47 من 100 اذا 9 و 47 من 100 فوق تمام كده؟ طيب بتساوي ايه بقى؟ بتساوي المتغير ايه؟ وايه كمان؟ و 5 5 و 32 من 100 اعاوز اجيب المجهول ده الكل بيساوي الاتنين دولزة البعض اجيب الازاي اقول له ايه؟ تساوي 9 47 من 100 ناقص هطرح ده الجزء هطرحه من الكل ناقص 5 و 32 من 100 ساوي نعمل المسواد ده بتاعتنا اهو 9 47 من 100 ناقص 5 و 32 من 100 يلا 7 ناقص 2 5 4 ناقص 3 1 9 ناقص 5 4 اذا بتطلع 4 15 من 100 يبقى هنقول هنا زي ما عملنا كده هنقول ايه؟ ايه؟ تساوي تساوي 47 من 100 ناقص 5 و 32 من 100 تساوي 4 و 15 من 100 دي المتغير ايه؟ طيب نمر اربعة بيقول لي حل المعادلة الاتية جي زائد 15 و 7 من 10 تساوي 30 و 8 من 10 نفسي فكرة المسألة رقم 3 ده النموذج الشريطي اها هنا ده الكل يا ولاد التلاتين و 8 من 10 ده الكل 30 و 8 من 10 بتساوي ايه؟ بتساوي جي وايه كمان؟ 15 و 7 من 10 عاوز اجيب الجي دي هقول له ايه؟ هقول له جي تساوي 30 و 8 من 10 ناقص 15 و 7 من 10 تساوي ونعمل مسود ده يلا حبيبي سنة 5 30 و 8 من 10 ناقص 15 و 7 من 10 هتساوي 8 مقص 7 و 1 انزل العلامة 0 مقص 5 منفعش اخذ من ال 3 1 بقت 2 ال 0 بصبح 10 10 ناقص 5 تساوي 5 2 مقص 1 تساوي 1 يبقى هنا بقول له الناتج ايه؟ الناتج 15 و 1 من 10 و بعمل نفس المعدلة دي طيب رقم 5 بيقول لي اكتب المعدلة التي تمثل المسألة الاتية منزلان مجموعة ارتفاعيهما 45 و 12 من 100 فاذا كان ارتفاع المنزل الاول 18 و 6 من 10 فما ارتفاع المنزل التاني؟ عاوزين نكتب المعدلة ياولاد الارتفاع التاني كان 18 و 6 من 10 المنزلين ارتفاعهم 45 و 12 من 100 هقول له ايه بقى؟ هقول له المعدلة هي ياولاد اكس زائد اكس ده اللي هو ايه؟ المجموعة الارتفاعي التاني اللي احنا مش عارفينه المتغير زائد الارتفاعي اللي عندي 18 و 6 من 10 تساوي مجموعة الارتفاعين 45 و ايه؟ و 12 من 100 عاوز الارتفاع التاني ده الكل و ده الجزء الكل ده بيساوي ده زائد ده طيب اجيب ده ازاي؟ يبقى اطرح ده من ده يلا نعمل مسودة كده هنقول 45 45 و 12 من 100 ناقص 18 و 6 من 10 جزء من 10 ياولاد تحت جزء من 10 ده جزء من 100 و ده جزء من 10 ازاوي صفر اساوي الاجزاء اتنين ناقص صفر تساوي اتنين واحد ناقص ستة ماينفعش اخد واحد من خمسة بقت اربعة والواحد اصبح كام حداشر حداشر ناقص ستة تساوي خمسة اربعة ناقص تمانية ماينفعش اخد واحد من الاربعة بقت تلاتة والاربعة بقت اربعتاشر اربعتاشر ناقص تمانية تساوي ستة تلاتة ناقص واحد تساوي اتنين. اذا الناتج ارتفاع المنزل الثاني ستة وعشرين واتنين وخمسين من مية. ده كان النموذج الثاني يا سنة خمسة. يلا نشوف المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة بيقول لي رقم واحد الجملة الرياضية خمسة وواحد من عشرة زائد واي تساوي سبعة وتمانية من عشرة زائد اربعة. هل تدل على تعبير رياضي ام معادلة? في هنا علامة يساوي. تدل على معادلة. نمرة اتنين بيقول لي اوجد حل المعادلة سي ناقص تلاتة واربعة من عشرة تساوي سبعة واربعة من عشرة. سبعة واربعة من عشرة ده يا ولادي الكل. الكل ده بيساوي الجزئين. اه لا اه عفوا. الكل هنا سي. الكل هنا سي. ماعمل النموذج الشريطي كده اهو. كده اهو. الكل سي. سي بتساوي ايه? بتساوي تلاتة واربعة من عشرة. وايه كمان? وسبعة واربعة من عشرة. اهو. عاوزين نجيب السي دي? زي لما اقول لك انا معي مبلغ. صرفت منه تلاتة جنيه. ولقيت فاضل معايا سبعة جنيه. يبقى انا كان معايا كام عشرة جنيه. العشرة جنيه ده اللي هو سي. الكل. نجيب سي بقى ازاي? احنا جمعنا التلاتة والسبعة تلو عشرة. هنا نفس الشيء. هجمع المطروح ده هو زائد الناتج. هقول ايه? هقول له سي تساوي. تلاتة واربعة من عشرة زائد سبعة واربعة من عشرة. تساوي. اربعة واربعة تمانية. ونزل العلام تلاتة وسبعة عشرة. يبقى بتساوي عشرة وتمانية من عشرة. طيب رقم تلاتة بيقول لي اكتب المعدلة التي تمثل المسألة الاتية. في السوق اشترى كمال بطيختين. مجموع كتلتيهما اتنين واربعة وستين من مية كيلو جرام. اذا كانت كتلة البطيخة الاولى واحد وستة وتلاتين من مية كيلو جرام. فما كتلة البطيخة السانية. هقول له ايه? اقول له ايه? هقول له هنا واحد. نكتب بقى المعدلة. واحد وستة وتلاتين من مية زائد 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 واي تساوي اتنين واربعة وستين من مية اتنين. اربعة وستين من مية. دي كتلة البطيخة اللي موجودة. اللي هي واحد ستة وتلاتين من مية. واي? مش عارفينها كتلة البطيخة التانية. تمام? ده وزن البطيخة المذكور. وده المجهول. وزن البطيخة اللي احنا عايزينه. وده وزن البطيختين مع بعض. طيب رقم اربعة ياولاد بيقول لي ازا كان زمن اختبار مدة الرياضيات اتنين ساعة وخمس دقائق اتنين وخمسة من عشرة ساعة. ومر من الوقت واحد واربعين من مية ساعة. فما الوقت المتبقي على نهاية الاختبار مع كتابة المعدلة التي تمثل المسألة الكلامية باستخدام المتغير ار. عاوزين نعمل معادلة ياولاد بالكلام ده. زمن الاختبار اتنين وخمسة من عشرة ساعة. ومر من الوقت واحد واربعين من مية ساعة. عاوز يجيب الوقت المتبقي. يعني ايه? يعني ده الكل. الزمن الكل ده اتنين ونص اهو. اهو. اتنين وخمسة من عشرة. باستخدام المتغير ار. هنا حرف ار. اهو. طيب مر من الوقت اقد ايه? واحد واربعين من مية. عاوزين نجيب نجيب الوقت الباقي المتبقي. ونكتب معادلة. هنكتب المعادلة بقى نقول له ايه? هنقول له ان هو تقل. تساوي اتنين وخمسة من عشرة ناقص. هطرح منه الوقت اللي عده. واحد واربعين من مية. تساوي. مدام عندي الكل يبقى فيه طرح. يلا نطرح بقى كده. اتنين وخمسة من عشرة ناقص واحد واربعين من مية. هنساوي الاجزاء. هحط سفر. سفر من سفر هي السفر. خمسة ناقص اربعة سفر واحد. اتنين ناقص واحد سفر واحد. يبقى الوقت المتبقي واحد واحد وعشرة من مية. تمام? طيب. بيقول لي نمر خمسة اكتب مسألة كلامية. تمثل المعادلة التالية. اربعة وتلاتين وسبعمية وخمسين من الف ناقص يو. تساوي خمستاشر واربعين من مية. ثم اوجد حل المعادلة. هناخد من المسألة يا ولاد ونقول. هقول له ايه? هقول له العدد. دي مسألة طرحة هي. هقول له العدد. النسبي اربعة وتلاتين سبعمية وخمسين من الف. طرحة منه عدد. اللي هو المجهول يو بنمثله بعدد. كان الباقي كان الباقي خمستاشر واربعين من مية. خمستاشر واربعين من مية. تسهل على نفسك تجيب مسألة تكتب مسألة كلامية تخدها من المسألة على طول. اذا كانت جامعة تكتب جامعة. اذا كانت طرحة تقول ترحة منه. طيب عاوزين نوجد حل المعادلة. ده الكل. وده جزء وده جزء. اهو. في النموذج الشريطي اهو. نوضحها اكتر اهو. النموذج الشريطي اهو. الكل كان اربعة وتلاتين سبعمية وخمسين من الف. الجزء هنا ايه? يو. وهنا خمستاشر واربعين من مية. عاوز يجيب الجزء. ده الكل. الكل بيسوي ده زائد ده. عندي ده مجهول. لو طرحت ده من ده هيدينا ده. طيب يلا نعمل مسألة الترحة بقى كده. هنقول اربعة وتلاتين سبعمية وخمسين من الف ناقص. خمستاشر واربعين من مية. هنسوي الاجزاء. هنا الاجزاء من الف وهنا من مية هزود سفر. واطرح. سفر من سفر هيها الصفر. خمسة ناقص صفر هيها الخمسة. سبعة ناقص اتبع تسوي ثلاتة. انزل العلامة. خمس اربعة ناقص خمسة ما ينفعش اخض واحد من الثلاثة بقيت اربعة عشر. اربعة عشر ناقص خمسة تساوي تسعة. التلاتة بقيت كام? اتنين. اتنين ناقص واحد تساوي واحد. ازا الناتج تسعتاشر تلتمية وخمسين. نكتبها بقى كده هنا اهو. هقول له اربعة وثلاتين. هقول له تساوي 34.750 من 1000 ناقص 15.40 من 100 ونزوي الصفل هنا تساوي 19.350 وده كان النموذج الثالث والأخير في اختبار تقييم الصفة الخامس أحبابي نحل الثلاث نمازج دول كويس قوي علشان إن شاء الله نجيب أعلى درجات في الاختبار وشكرا ودونتم بخير ترجمة نانسي قنقر